بعد ضحايا الاتجار بالبشر لا يعرف بالتأكيد إذا تم الاتجار بهم أم لا لأنها منطقة رمادية للغاية من بعض العلامات التي تدل على الاتجار بالأشخاص يتم أتحكم بهم عن طريق تهديد أو الكوة أو الخداع يقول المتجر للضحية أنه سيبقى على اتصال دائما بها على سبيل المثال أو سيطلب منها أكثر من رقم هاتف محمول وسيقول للضحية أنه يشارك موقعها دائما مع شخص معين يتلقى الدحايا دائما هدايا باهزة الثمن في كثير من الأحيان أقول للشبات هل يمكن تصديق صحة ذلك؟ تحدثنا سابقا عن العزلة عن الأصدقاء والعائلة لا يريد المتجرون أن يكون ضحاياهم على اتصال بعائلاتهم ولا يريدون أن يكونوا على اتصال بأصدقائهم لأن تلك العائلة والأصدقاء سيقولون بالضبط ما أقوله لكم يا رفاك الآن هل يمكن تصديق صحة ذلك؟ سيقولون هذا الشخص ليس جيدا وإنه يخطط لشيء ما ويريد المزيد من الصعب جدا تصديق ذلك تكسب الضحية المال ولا تقدر على الاحتفاظ به قد يبدو الأمر صخيفا ولكن هذا ما يحدث مع الاتجار بالبشر الناس يقومون بالعمل وشخص آخر يأخذ المال هذا واضح جدا ولكن في بعض الأحيان لا يكونوا واضحا لضحايا الاتجار بالبشر أنه يتم الاتجار بهم على سبيل المثال عندما تذهبون إلى العمل تحصلون على أموالكم في نهاية اليوم أو كل أسبوعين للوظائف العادية وعليكم أن تعطوا أموالكم لشخص آخر هذه ليست صناعة عادية إنها ليست وظيفة عادية هذا التجار يتم إجبار الضحية على إعطاء هويتها لشخص ما لا يجب أن يحصل أي شخص آخر على هويتكم إذا كان عمركم أكثر من ثمانية عشر عاما يجب أن تحتفظوا بهويتكم الخاصة انتبهوا إذا قلوا لكم يجب أن تكونوا أكثر جمالا وجاذبية صففوا شعركم قلموا أثافركم ارتدوا ملابس ضيقة في كثير من الأحيان يتم حرمان الضحية من الطعام والنوم صدقوا أو لا تصدقوا سيتم إجبار الشابات على العمل طوال الليل وأشير هنا إلى الاتجار بالعمالة مع 16-18-20 ساعة عمل في اليوم هناك قوانين عمل ضد ذلك لا يوجد مجال عمل يفرض عليكم العمل لعدة أيام أو لساعات عديدة متتالية مرة أخرى بشكل عام الإجبار على ممارسة الجنس مقابل المال يتم الإجبار على ممارسة الجنس مقابل المال هذا هو الإتجار وهذا هو الإتجار بالجنس غالبا ما يتورط الناس في الاتجار بالجنس وعندما ندرس كيف يتم استهدافهم بعض الحالات على الإنترنت بالتأكيد بعضها موجودة على منصات التواصل الاجتماعي الكثير من الحالات هي عندما تضعون أنفسكم في مواقف ضعيفة مع الحشد الخطأ أو مع أشخاص يتسكعون لا ينبغي أن تروا المخدرات مع رجال يحملون أسلحة هذا النوع من الأشياء يستغل المتجيرون هذا النوع من الأشخاص ويستغلون ضعفهم من الممكن أن يكون أي شخص ضحية للإتجار بالبشر غالبا ما يستهدف المتجيرون الأشخاص الذين قد يكونون على خلاف مع أسرهم أو منفصلين عنها ويحتاجون إلى عمل أو في حاجة ماسا إلى المال أو الناجين من سوء المعاملة بناء على البيانات والمصادر الحكومية المتاحة في كندا يؤثر الاتجار بالبشر في أغلب الأحيان على النساء والفتيات والشب والشباب والشباب والسكان الأصليين هناك عوامل مؤثرة لكن المتجرين بالبشر يميلون في أغلب الأحيان إلى السهداف الشباب الإناث الذين عانوا من سوء المعاملة والعنف السكان الأصليين مجتمعات LGBTQ2 ذوي الإعاقة المهاجرين أو المهاجرين الجدد الذين يكافحون من أجل الحصول على المال أطفال الحضانة غير المدركين لحقوقهم العاملين في المناطق النائية وكذلك المعزولين عن الدعم الاجتماعي قد يكون من الصعب اكتشاف الاتجار بالبشر غالبا ما يجبر الضحايا على البقاء بعيدا عن الأنظار في الأماكن العامة ولهذا السبب من المهم جدا معرفة كيفية التعرف على العلامات التي تدل على تعرض شخص ما للاتجار يمكنكم المساعدة في إنقاذ حياة شخص ما فيما يلي بعض المواقف والسلوكيات والعلامات التحذيرية المرئية التي يجب الانتباه إليها عرد على شخص ما مؤخرا عمل لكنه حصل على عقد بلغة لا يفهمها وعليه أن يدفع مقابل هذه الفرصة تبدو الوظيفة جيدة جدا لدرجة يسعب تصيقها يجب عليه تغيير محل إقامته ولكن لم يتم أعطاؤه سوى القليل من التفاصيل أو شخص حصل على الكثير من الهدايا أو الأموال فجأة أو دخل بعلاقة سريعة التطور ربما على وسائل التواصل الاجتماعي أو أبعد نفسه عن الأصدقاء والعائلة أو في علاقة مسيطر عليها السلوكيات قد يطلب الشخص الذي يتم الاتجار به من شخص آخر أن يتحدث نيابة عنه أو بطريقة متدربة تطلب الضحية مرافقتها في جميع الأوقات وهي غير قادرة على التحكم في هواتفها المحمولة أو على الاتصال بالعائلة أو الأصدقاء أو تغيير مكان إقامتها في كثير من الأحيان تكون الضحية كوليكة، خاضعة، منعزلة، خائفة من إثارة غضب رئيسها أو شريكها تخاف من السلطات، تتجنب الاتصال بالعين المظهر قد يرتدي ضحية الاتجار بالبشر، ملابس تجعلهم أكبر سنا أو لا يرتدون ملابس مناسبة للموسم أو تظهر عليهم علامات سوء المعاملة أو الحبز أو يعانون من مشكلات طبية غير معالجة أو يبدو عليهم نقص التغذية أو التعب أو تظهر عليهم علامات الإدمان الممتلكات قد لا يكون لدى ضحية الاتجار بالبشر سوى القليل من الممتلكات الشخصية أو لا يملكون شيء على الإطلاق أو لا يوجد لديهم حساب مصرفي أو سجلات مالية أو لا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية أو يحملون هوية مزورة أو ليس لديهم نقوداً أو مبالغ نقدية زائدة أو يحملون أكثر من هاتف محمول أو ليس لديهم واحد أو يحملون عدة مفاتيح للفنادق اشتركوا في القناة